أكيد أنت تستخدم واتساب وأنا بستخدم واتساب بس في مستخدمي واتساب حيتحزف الواتساب من عدوهم نهائيا وأرقامهم حيتم حذرها من التطبيق بشكل نهائي والمراضي التحذير جاي مباشرة من فريق واتساب لأنهم المراضي بيأكدوا على أن التطبيق لازم يبقى قامد بشكل دائم لكن بتواجههم مشكلة كبيرة كدا وأن في مستخدمين كتير للأسف لحد الوقت بيستخدموا تطبيقات واتساب المعدلة واللي احنا حذرنا منها قبل كدا في حلقات كتير ولحد الوقت ما نحذر منها برغم أن بيبقى فيها مميزات مش موجودة في النسخة الرسمية من واتساب وبتخلي ناس مش سلكة كتير تروح تنزلها لكنها دايما مصدر ألأ للأمان على التطبيق لأن فيه طرف تالت بينك وبين واتساب والطرف التالت ده بيبقى مجهول بالنسبة ليك وبالنسبة ليه وبالنسبة لواتساب ومحدش يعرف مين إن في النص ممكن يقدر يشوف إيه من البيانات دي لأن ساعتها البيانات دي ما بتبقاش مشوفر وفريق واتساب المرة دي حذر من تثبيت التطبيقات المعدلة من نسخ واتساب لأن في التحديثات الجاية حييجي تحذير ليه مستخدمين التطبيق اللي بيستخدموا النسخة المعدلة دي ولو الشخص ده تجاهل التحذير أو الإيقاف المؤقتة اللي بيتم من واتساب عشان هو بيستخدم النسخة معدلة ويكرر الموضوع ده تاني ساعتها الرقم ده حيتم حذره نهائيا من واتساب ومش حينفع ينزل تاني واتساب بالرقم ده وساعتها ما تسألش على حل للموضوع لأن ساعتها تيبقى حذر نهائي فلو أنت من مستخدمين تطبيقات واتساب المعدلة حيجي لك تحذيرات في الفترة اللي داية ان انت لازم تحذف التطبيق ولو تجاهلت عملية حذف التطبيق ده ساعتها حيتم حذرك من التطبيق بشكل نهائي وللأسف مش هيكون ساعتها ليك أي حل ان انت ترجع الرقم ده هيشتغل عليه واتساب وهتفقد طبعا كل الرسائل اللي انت كنت بتبعتها أو بتستقبلها وأكيد مش عشان حابة ميزات إضافية موجودة على تطبيق معدل تخاطر ببياناتك اللي انت بتبعتها لصحابك أو بتبعتها لحد ممكن يكون عزيز عليه لأن البيانات دي ممكن يكون حد بيشوفها في النص وممكن يستغلها في المستقب وبتشوف ناس كتير بيتسرب لهم صور وفيديوهات على النه فادخل دلوقتي حمل النسخة الرسمية من واتساب ولو انت بسا عايز ميزة تحميل حالات الواتساب بتاعت صحابك على النسخة الرسمية ما تنساش شوف الحلقة اللي ظهر قدامك دي